موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم وحدت وزارة الشؤون الاسلامية وتعليم الاصل الصلاة على وفاية فيروس كورونا في مسجد ابن عباس صباحة كل يوم وسبحت الوزارة في قرار جديد بهذا الخصوص لعشرة اشخاص من ذوي الميت بحضور الصلاة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية واجددت الوزارة في بيان المشترك مع وزارتي الصحة والداخلية تزامها بقرارات هيئة العلماء حول التعزية والمناسبات الاجتماعية مشيرة الى ان تكليفها للجنة من الهياء بالحضور كل يوم كل يوم الى المسجد لاداء الصلاة والقيام بجميع ما اوجبه الشرع على حد تعبيرها اعلن المدير العام للامن الوطني البريق مسقار والقويز عن شروع في وضع استراتيجية اصلاحية مؤسسية شاملة للنهوض بشرطة الوطنية عبر تطوير بنيتها الهيكلية ومواردها البشرية ووسائل عملها المادية والتقنية ودع المدير العام للامن كافة افراد الشرطة الوطنية الى الانخراط جميعا في الخطة الاصلاحية لتحقيق الامن شامل للوطن والمواطن طبقا للبرنامج الحكومي اطلقت بلدية تفرازين بالتعاون مع المكتب الدولي لشغل حملة تحسيسية تستهدف عمال الاشغال العامة وتستمر الحملة اسبوعا وقال عمدة البلدية طالب للمحجوب ان البلدية كونت فرقا على عملية التحسيس ومواكبة الحملة وتم توزيع معاقمات ومواد للتنظيف على المستهدفين اعلنت منسقية مقدم خدمات تعليم رفضها المطلق لما يتمه تدوله عن تمديد عقود الخدمة معهم وشديدة على ان مقدم الخدمة لن يرضو باقل من عقد قانوني يتيح الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها نظراءهم الرسميون ودعت المناسقية وإظهرت تهيب الوطني إلى الشروع فورا في الترسيم وفق خطة معلنة وواضحة ومحددة للأليات والأشال أقول لكم مشاهدنا الكرام تابعة هذا المجهز وغيره من المواجز ونشراتي وأبرمج القناة وجديد الأخبار عبر صفحاتنا على الفيس بوك وموقعنا على إلترنت الظاهرين على الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة